دمرت منازلهم جراء العمليات العسكرية التي دارت في المنطقة كل شيء تشابه هنا في مدينة الاشعفة بريفدير الزور الشرقي منازل تحولت إلى أكوام حجر وظلت شاهدة على الإرهاب الذي لم يسلم منه شيء عشرات المنازل في منطقة الاشعفة بقيت على حالها دون ترميم أو بناء من جديد جل سكانها نازحون في مناطق أخرى وكلهم أمل أن يعودوا إلى منازلهم لكنه أمل يبدو أنه صعب المنال يا باري أم أن ترى الحمد العواد من قريطة شعفة ضربتنا الطيارة وهذا أهدمت بيوتنا وماتت وعائلتنا كلها كلها ماتت ولدي وشايبي وسيارتنا وماك وماشنا غير عنت الله وانت رجع المساعدة من الدول تعاوننا والله يرزق اليرزق والله يعطى ليعطي ولا تقصرون والله ترانا معتازين ما يمنى غير عنت الله تعالى جمع جاس محمد من قريطة شعفة من الكشمة طبعا بيوتنا كلها ضربنا على القامة ولا بيت عندنا أكثر بيوت ضربنا عندي هنا جي حوالي 6 محلات ووران بيت بيتين ثلاثة قفال بيت بهذا عندي زاد بيتين مضروبات بهذا تجاه بيتين من عدد ضرر بسه بيوت ما بي وجاعدين عند العالم انا اسمي خليل الجمعة جاس محمد من منطقة شعفة الكشمة انا رجال معاق يعني برجل بين الصياخ شنا عدنا بيت ومحلات شنا عايشين من عليه ضربا واسه قاعدين لا شانور لاعمل وما نقدر حتى نشتغ يشتكي الأهالي في الاشعفة من غياب المنظمات المحلية والدولية فمن سيعيد منازلهم التي دمرت وأي بيوت ستأويهم مرة أخرى هؤلاء لا جديد على قصصهم سوى المأساة المستمرة منذ سنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عيسى حمد الشبطة من قرية شعفة انا نضرب بيتي من ثمن غرف حاليا ساكن بخيمة واني كبير سنة عمري 65 سنة لدي معاقين ثلاثة وبيتنا نضرب ونطالب التحالف بعادة بيوتنا لانا تضررنا ولحقتنا الأمراض ولحقتنا الخسائر مادية ومعنوية وحاليا ساكنين بخيام ونرجو من التحالف ومن أهل الخير يغمون يساعدوننا انا المدعو عايد عواد العيسى من مدينة أشعفة وهذا وضعنا وضع بيوتنا وبيوت ما عندنا متشردين اللي متهيولوا بيت مستجروا آجار واللي ما عنده حق الآجار اللي أجعلوا بخيمة ووضعنا أكشر ووضعنا سيء وبس بالمنطقة هنا بس لأحنا يفخذنا حوالى 750 بيت تذن اللي واقعات تتشابه القصص في دير الزور من الإشعاف القريبة من العراق إلى معدان منازل سويت بالأرض وقاطنها بين مشرد ونازح ولاجئ